السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من كناة السرشاجي ازايكم عامليني وصباح الخير عليكم. كنت في شغل اول امبارح ففي اه واحد كده وهو بيتكلم على ومبيعات وتقارير وحاجات زي كده. فقال كلمة اه انا يعني ما سمعتاش قبل كده فيعني قلت ما عايز اعرف ايه دي. فقال كلمة اسمها قبل ما اكتب لك الكلمة دي وقبل ما اقول لك الكلمة دي نطقها اعمل ازاي? احب بقول لك ان انا بفهم انجلش شوية. بعرف اتكلم انجلش مع الناس. بعرف امعات ملاد. بعرف اتعامل في انجلش. لكن في كلمات بتقع مني وما بعرفش انطقها. ما بعرفش اجبها قصدي. يعني دي. انا لما جيت اكتبها وكتبتها او او ار وبعد كده كتبتها اشيو. اه فكتبتها يعني عشان تكتب دي كده كده زي مسألة. دي عندنا اشيو عندنا حاجة زي كبتة مسألة او قضية او حاجة زي يعني كلمة اشيو نفسها اسمها اه مسألة او قضية او اه عندنا يعني حاجة عايزين نتكلم فيها اشيو اسمها اشيو او مشكلة اشيو دي اسمها يعني او مشكلة او كده. فعشان اكتب كلمة ريشيو فكتبت ار وبعد كده كتبتها اشيو فمش عارف اكتبها. اه عمال احاول بكل الطرق مش عارف اكتبها. فاخر حاجة خالص طبعا انا معي الجوجل ترانسليت اللي انا وارهولكو دلوقتي جوجل ترانسليت فروحت امطلع جوجل ترانسليت وروحت فيه فيه ميزة حلوة او فيه انت بتعرف انطق الكلمة فشغلت المايك وروحت اكاتب وروحت اكايل ريشيو ريشيو ففي الاخر خالص راح كاتب لي نسبة يعني طلع للكلمة وبعد كيه كتب لي نسبة الغرض من البرنامج ده اي او غرض من الفيديو اللي انا بعمله ده اي الغرض من الفيديو ان فيه حاجات انت بتعرفش تكتبها او مش عارف تنطقها زي ريشيو دي مسلا من ضمن يعني كلمة غريبة شوية لو انت كتبت كلمة دي مش تعرف ترجمتها لان مسلا في واحد يجي يقول لك ايه هو بتاعت الشغلانة دي ايه دي يعني اللي هي بتبقى الشغلانة دي بتاخد كام يوم يعني مسلا ما ينفعش يبعات لك شغل ويقول لك اه اعملهولي ايوة لا انا عايز اعرف بتاعها اللي هو الوقت المحدد ليها قد ايه علشان مش بالكيلو كده اللي انت تبعت الحاجة وخلصها لك ولا انا عايز اعرف انا شغلي ايه انا المدة المحددة في الشغلانة دي ايه هو ده اللي انا عايز اقولهولك ان انت ممكن ببرنامج بسيط زي ده تحافظ على اللغة الانجليزية اللي عندك انت مش لازم تطورها بس على قل تبقى اللي انت ايه ماتتهش اللي انت ما تتغفلش عن التحديس او وكمان في ده ده فيه شوية حاجات حلو قوي اولا انت ممكن تنزل القموس الانجليزي او اللي هو ده او الانجليش عربي اه يعني انت ممكن تنزله هو حوالي خمسين ميجا اه تنزل يعني ده او اللي هو القموس ده افلاين يعني انت تشغل البرنامج وهو افلاين من دون انترنت عشان انا عشان انا باستغنم انترنت كتير فما نزلتوش ممكن تنزل اكثر اكتر من يعني في في كزا حاجة يعني في كزا لغة. ممكن تنزلها تشتغل على البرنامج ده بدون انترنت. تاني حاجة في في البرنامج ده اللي انت ممكن تكتب الحاجة بايدك. يعني مثلا ايه? لو انت اه اللي قدر الله مسلا مش عارف تكتب الكلمة. يعني انت شفت كلمة ومش عارف تكتبها. فانت بتكتبها شبهها. يعني اللي هو بتكتب نفس شبه الكلمة. هم بيحاولوا ان هم يفهموا والبرنامج ده بيحاول هو يحلل الجملة دي وبعد كده يبتدي ايه? يترجمها. وفيه كمان خاصية وخاصية تحفة جدا ان شاء الله نزل لكم دولاتي على الفيديو. اللي انت تقدر تحط الكاميرا بتاعتك على الكلام. يعني لو انت مسلا حد بعيدت لك ميل فانت بتسلط الكاميرا بتاعتك. وهو بيترجم لك الكلمة. يعني يعني الكلام بيبقى جيلك بالانجلش هو بيترجم الانجلش العربي. انت بتلاقي الكلام طلاق لك على الشاشة بالعربي. تخيل جملة زي دي قصدي زي دي حاجة جمدة جدا. جوجل يا جماعة من شركة جوجل طبعا اللي هي طبعا الحاجة واو يعني. الشركة الكوية جدا. آآ بيتحمل منين ممكن احطوكم احطو لكم اللينك في في الدسكريبشن ولو ما تعرفش تجيب الدسكريبشن ده منين دوس على العنوان بتاع الفيديو. يعني مسلا يقول لك الفيديو مسلا ازاي تتعلم النغة الانجليزية دوس على كلمة ازاي تعلم النغة الانجليزية ويتلاقي ايه? آآ يعني او الشرح نزلك لتحت كده وابتدت تقرأ الشرح. بس كده يا جماعة انا حبيت بس اقول لكم اه صح حنصد اقول لكم صح. انا في الشغل عندي مسميني محمد جوجل ترانسليت. ليه? لان انا في اي جملة مسلا لو انا في حد بيقول جملة كده ولا حاجة انا يعني لو في ميتين تمام ما يكفعش ان انا اوقفه. لكن لو ما بيني وبين صحابي مثلا هو بيقوله جملة تلاقيني بوقف كده يعني ايه الجملة دي? يعني ريشي لي يعني ايه كلمة ريشيو? هم قدولي نسبة لكن ما قلوش الكتابة اي? آآ يعني اللي هي ايه المشاكل او التتابعات بتاعتها. آآ حاجات زي كده انت ممكن توقف يعني توقف آآ الناس وتقول لهم يعني ايه الجملة دي? آآ انا بامشي بمثل اللي هو ايه? اللي هو آآ ازا سألت فستكون يعني انا مش فاكر الحكمة دي ايه بس هو ايه? لو سألت دلوقتي هتباني انك احمق لمدة عشر دقايق يوم يومين. لكن لو ما سألتش خالص هتباني انك احمق طول حياتك. فانا من الناس اللي انا ممكن اباني ان انا احمق في نفس اللحزة دي بس بعد كده بتعلم. يعني ممكن اغلط في نفس الوقت ده دلوقتي بس في او اللي هو يعني عن مدى الطويل انا بكون عديت المشكلة دي. دي الفرر ما بينك حاول تكون مميز شوية عن بقية الناس. حاول يعني ما تتكسفش من حاجة. انا سداني والله ان الحد الان بوقف يعني مسلا في اي ميتنج ولا حاجة. ما بيني ما بيني اصدقاء يعني اصدقاء عملوا كاتليني وهم بيسألوا حاجة ولهم يعني ايه الجملة دي? يعني ممكن اعرف يعني انتم بتقولوا يعني ايه الر بي يعني ايه ما عرفش يعني ايه اس ال ايه. اه كلام زي اه انا ببني لانا يعني عبيد في الوقت الحال يعني في وقتها. لكن بعد كده بتعلمها طبعا ما بباشر انا عبيد. واخد بالك برضو انت كل ما بتعلم كل ما بزيد خبرة كل ما كل ما الويت بتاعك بيزيد في الخبرات مش في الوزن طبعا. فشكرا جدا لكم واتمنى البرنامج ده تنزلوه. سدقوني والله البرنامج ده لا غنى عنه في التليفون. فحاولوا ان تنزلوه وان شاء الله ان شاء الله بحاول ان نزل لكم برمج اللي انا باستخدمها شخصيا ان هي فعلا فعلا بتفيدني كتير اوي اوي في حياتي. واتفيدني في حياتي المهنية وفي فلوس وفي كل حاجة. فشكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين. متنساش تنزل التطبيق جوجل ترانسليت. عشان على الاقل ما تفكرتش اللغة الانجليزية بتاعتك. ولو عايز تطورها ان شاء الله هتطور. هيتطورها لك. شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين من كانون سرشاجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة